يتعرض المسلمون في القارة الأفريقية وخاصة في الصومال وفي النيجر إلى موجة من الفيضانات التي أزاحت الكثير منهم عن بيوتهم وعن مواشيهم وأدى ذلك إلى تشردهم وضياع كل ما يملكون من حاجات الحياة ولذلك نهيب بالأخوة من المحسنين والمحسنات بتقديم المساعدة لهم وإغاثتهم بقدر الاستطاع حتى يكون هؤلاء في مأمن من كل ما يضرهم وكذلك أن يكون لهم طعام وشراب يستطيعون أن يعيشون به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتكم ويوفقنا وإياكم لكل خير أخوكم جاسم العناتي رئيس جمعية أفاق الخير الكويتية